يرشقون الأعمال الفنية القيمة بالطلاء والأطعمة يلسقون أيديهم على الأرض لعرقلة الحياة العامة ويقتحمون المطارات فيجلسون أمام عجلات الطائرات ويمنعون إقلاعها تتعدد أساليب حماة المناخ حول العالم لزيادة الوعي العالمي بشأن مخاطر الاحتباس الحراري إلا أن قضيتهم واحدة احتجاجات من نوع آخر منفذوها لديهم غايات نبيلة وهي تحذير العالم من ضيق الوقت المتبقي لضمان مستقبل آمن وحث مسؤولي العالم على التحرك العاجل قبل فوات الأوان بعدما فشل مرارا في التعاطي مع الملف بعض هذه الاحتجاجات تنتهي سلميا بينما تتصاعد وطيرة احتجاجات أخرى حول العالم لتتسبب باشتباكات بين المحتجين والأجهزة الأمنية وصلت حدة بعضها إلى اعتقال بعض المحتجين لا يعد الاحتجاج من أجل الحفاظ على المناخ أمرا جديدا إلا أن الممارسات الحديثة تطورت مع تدهور الأحداث حول العالم من ارتفاع حاد في درجات الحرارة وتقلص في سماكة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي ما ينظر بكارثة بيئية وإنسانية فرضت على المحتجين تصعيد أنشطتهم ممارسات متعددة يعتبرها بعضهم ضربا من الجنون والمبالغة إلا أنها تبقى بالنسبة إليهم الحل الوحيد لضمان عدم فناء البشرية ممارسات متعددة